الطبيبة نورة نورة تحب مادة العلوم وتجد متعة وفائدة في دراستها وترغب أن تصبح طبيبة في المستقبل تقضي نورة وقت فراغها في قراءة الكتب والمجلات الطبية وهي مسؤولة عن صيدلية الإسعافات الأولية في الفصل أهداها أبوها حقيبة إسعافات أولية فشكرت وأخذت تعرف أسرتها محتويات الحقيبة وإستعمالاتها فقالت هذا شاش معقم وهذا شريط لاصق لتغطية الجروح وهذا يعني مقص ومنقط وهذا يعني زجاجتان إحداهما لتطهير الجروح والأخرى لمعالجتها قالت الأم لا تنسي يا نورة أن تأخذي حقيبة الإسعافات معك غدا إلى البر وعندما خرجت الأسرة إلى البر أخذت نورة حقيبة الإسعافات الأولية معها وبينما كان ياسر يلعب استقط على الأرض وجرحت ساقه فصرخ من شدة الألم أسرعت الأسرة لنجدته وحملت نورة الحقيبة معها فقامت بتنظيف الجرح ومعالجته ثم غطته بالشاش المعقم وعندما رأى أبوها مهارتها أثنى على حصن تصرفها ودعا لها أن تكون طبيبة ناجحة في المستقبل